موسيقى قال لي ماند رحمة بيلاقي عالصيد معي وعمامي واخرته فهو أول نظر بيلاقي عالبحر ولا بزمانه رحمه راح يتسنى استغاد عمه تسيده وقعد يقول له عمه يقيان أنا صدت عمه اللي اشترق عليه قاعد على الصخرة مش طبيعي يعني كيف وساء ندع وسام وسام فش حدا هون اجعل ترك لي اشياء بيقدي ورق عند ابني ولا قامش وجهه متغير بقول له ايده واجده بش غدا أحرك حالي أما هو يحكي بالقوة كان يحكي كان دال بالديناء غوطا يعني الشي اللي ما عدت تسحي مع عمه اجه الأنبلانس اخدوه في الطريق كتير هيك يحكوا معا كان صار نايمة صحيش معا وقعدوا اخدوه عن مستشفى الهرية قريب على الزيب وعالجوه يعني لفترة أربع طيام بالأربع طيام عملوا لأحياء عملوا لأشياء بس هالدكاتر كل يوم يعدوا معانا يخلفونا عن قستو صلولو هو يعني بوضع صعيب وهد وقعدنا مع هالدكاتر الجمعة كل يوم نستنى لأشي جديد يخبرونا اشي هذا ولا ملا يخبرونا من أول ما ويعوا انه عنده هروع مبخيش دمون بالمخ وهي راحت علينا بيني وبالدكاتر كل يوم نقعد يخرفون يعني شو عملو له شو زوروه شو صوروه هكي فلما صار يعني الولد تقريبا ماد قال لي اجي الأخ مع بروفوسير مع عبادة سيفسيارات عادنا مع بعيد خرفونا قالول ايه أميرة احنا عارفين انه وضعك صعب وشعرين معاك مش غادي نقول ليك بس هاي واجب علينا انه ابنك ماد وهيك هات يعني كتير صعب شو نعمل فأعطت انا صرت أبكي واسوي وهذا هديد السؤالة بقول لي ما نقول لك أشياء يعني ثلاث أشياء خرفونا قالولي في ناس هيك بنقول لهم أشياء بقولوا اه في ناس لا فيها قالولي بتحبي تبرع بأعضاء ابني انا المزبوط حكيت قلت له اذا ابني بدي يشفي غيره لاش لا انا مستعدة لانه ابني مات قلتولي مات واذا فيه اشي ببعت لغير الحياة لاش انا مستعدة كل اشي يعني كان القرار سريع بس قد اشتغب انا امه وابوه مات عندي شابون انا بس انا قلت للدكتور احسن ما يقولوا قرأي بينه انه امه انطط القرار بس بالاخر كليات اللي قالوا للدكتور نشكر الله اللي هي تلعت امه شكراً الها اللي عملت هذه الشغلة كانوش متوقعين بالاول اللي انا فيها كنت ان عطيت اعضاء وابني السام هو بشكل عام بيحب يسافر كل سنة كل سنة بيسافر مرتين ثلاثة من وقت كورونا خلال سنة ونص ما سافر وكان كتير كرموزة اجعلو الموضوع انو مش مسافر فصح الله انو يروح يسافر على كيساريا الليلتان يقضينه وينبسط هناك فما اتأخر دوري ويسافر مع عمه عادة ثاني هو الفئة عمه سافر هو وعمه وقضى الليلتان بكيساريا وهي الصورة بتأرجع اديش هو كان سعيد ومبسوط بهذا المنظر الحلو حبيبي وسام اللي سهل عليك يحبك كتير حطينا لك صورتك الذكرى كمان وانت برحلة زي ما انت بتحب الرحل خليناك هيك برحلة طويل وان شاء الله بتكون مرتاح وانتك موجود في شغل تندأكد علينا ان هو كان يحب الحياة كتير وكان معطاء وياس بحان الله يعني بموته كمان هو احبت هذا الشي انا اعطى حياة لناس تانيين وكمان اعطى وتبرع باعضاؤه فهيك كيف عاش كيف مات يعني كأنه بموته كمان هو يكمل طريقة الحياة بتبعته بالنسبة للتبرع بالاعضاء انا عرفت من اول يوم بصفتي انا ممردة يعني انه هني حتينبت بقسم العلاج المكتف واجا شاب يعني هو كمان ممرد عربيز ونبيل عمر بحب اسكر اسمه هو رافقنا من تاني يوم مما كنا قبل ما هو يظهر نبيل كنا احنا شوي ضايعين في المستشفى لما هو ظهر صار يعطينا اخبار يوم 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 يقعد معنا يرافقنا وقالنا انه وظيفته انا ارافق المرضى وانا لما هو اجا قال لي ارافق المرضى وقتار حكينا عن موضوع النزيف بالمخ فانا قلت بعدين وقفت معه وقلت له انك انت عم بتحضرنا انه ممكن نوصل لموضوع التبرع بالاعضاء قال لي نجات اسا بكير بنحكي عن هذا الموضوع وفعلا بكير لان احنا بنعرفش ايش المسار يعني ممكن بعد كي امل ان شاء الله بركة يعني انقذناه بنحكي مع العيلي بهيك زرف بهيك وقت احنا نضله اخر اللحزة حاولت انا احكي مع امه لويسام من قبل يعني عطيتها اشارة انه ممكن يصير هذا الشي فحسات انه هي ممكن يتروح بهذا الاتجاه وهذا الاشي ريحني بالنهاية لما احنا وصلنا للاحظة السفر لما قرروا انه فيه موت دماغي واجوا قاعدوا معنا وطالبوا وسألونا هذا السؤال كان سؤال رغم اني كان ممرضة كان سؤال كتير كتير ساب لانه بسألوه بلحظة كتير كتير حرجة انه المريض بيكون بعده على مكنة التنفذ قلبه بعده بدوق وهو قاعد قدامنا زي ما كنه اول يوم اخر يوم ذاك انه عايش بس هو بهاد اللحظة كان مية فاحنا كعائلة ما كان سهل ابدا ابدا يعني انه نستوع بالاشي انه بعد لحظات اني رح يخضو على ورفة العمليات ويوخدوا اعضاؤه وهيك اني عمليا بدنه حياته مع ان هي حياته كانت منتية بس مع ذلك يعني بشوف انه والقرار العيلي زائم واخت واخوة وعمام كلهم كانوا يعني قرار واحد جواب واحد انه احنا نتبرع بالاعضاء ع اساس انه احنا نكمل حياة لناس تانين انا كمو مريدة بعرف انه قدش في ناس اللي هني بمرؤوا غسيل كلا لفترات طويلة سنين طويلة والعائلات بتكون تستنى والمريد بيكون يعاني ويستنى وبيدور على كله علشان يزرعها ما بيلاقي فلما انتي تيجي كله وتان بنفس الليلة لشخصين انتش يعني بكون حلو انه في عائلتان فرحة وانه في كمان عائلة فرحة لانها اخذت قلب وكمان عائلة فرحة لانها اخذت رياعت وفي ناس اخذوا كرنيات اللي بقولوا ما كان يشوفوا اساس صار يشوفوا فانا سعيدة ان انا بنتمي لهاي العائلة اللي هي تبرعت باعضاء فقيد شاب غالي عليها وانحنا منحب يعني انه الشاب بشكل عام انه الفقيد ينزل بكل اعضاء وعلى القبر زي ما هو بس احنا عملنا هاي الموازنة بين انه نعطي وبين انه نزله كامل فكان بالنهاي انه لا نعطي الاعضاء وتأكد لنا من الممرض اللي كان مرافق لنا انه جسمه بكون سليم مرتب حلو لما نزله على الابر وفهلا هيك كان وهذا هو الله يرحمه وان شاء الله اللي اخذوا العضاء يقدروا يعيشوا سعيدين ولسنين توقفوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة